يتنفس من الرئة وبما أنه له رئة يتنفس برئة إذن يحتاج إلى أكسجين ماذا؟ الهواء يعني لو بقي الدلفين في عمق الماء لفترة طويلة أطول من ماء ينبغي لغرق ومات يغرق كما يغرق الإنسان إذن لو دخل تحت فالكسجين بعد فترة يغرق يقول الدلفين نفس الشيء الحوت نفس الشيء الأطم أو خنزل الماء نفس الشيء يغرق والحل لا بد أن يصعد إلى السطح وأن يأخذ كمية هواء يحتبسوها في جسمه ثم يعود إلى الماء هكذا تفعل الأطوم خنزل الماء والحيتان الحيتانيات بشكل عالمي يسموها الحيتانيات والدلفين طب كيف يأخذ؟ كيف يستنشق؟ ليس له من خران ليس له من خران تطور عن حيوان كما قلنا له من خران في مقدمة رأسيه هذان المنخران ظل يتراجعان ويتكيفان حتى صار في النهاية أو آضة فتحة في أعلى رأس الدلفين نزل الحيتان وقول لها بعض عندها إليه 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 فتحتان الحيتان في فتحة فوق وهذه الفتحة سبحان الله عريضة لماذا؟ لكي تأخذ في وقت قصير كمية كبيرة من ماذا؟ من الهواء لو كانت صغيرة يحتاجها لوقت طويل فممكن تعرض لخطر لا هي فتحة عريضة ولها إيه؟ صمام صمام يعني لها صمام صمام لحمي يغلقها طبعا لأنه حين يدخل إلى الماء لا يحتاج إيش؟ ها؟ إلى أن تبقى مفتوحة طبعا فيغلقها يعود شيء عجيب هذا تم عبر ملايين السنين العلماء المتخصصون يقولون في هذا المسار من تطور المنخرين في مقدم الرأس إلى فتحة التنفس في أعلى رأس الدولفين تم التغلب على مشاكل كثيرة جدا يعني تم المرور بمشاكل وتحديات وفيرة والتغلب عليها شيئاً فشيئاً عبر ملايين السنين الآن يقولون ماذا عاد؟ كتطوريين لو كان الأمر يتعلق بتصميم سابق تصميم ذكي يعني تصميم إلهي ديفاين يعني لماذا كل هذا العناع؟ لماذا كل هذا التعب؟ أصلاً لماذا الرئة؟ لا يحتاج إلى رئة صحيح؟ لو كان خلق خلقاً مستخلاً special creation يعني وفي الماء وكحيوان مائي هو يحتاج لماذا؟ إلى قلز إلى خياشيم ولا يحتاج إلى رئة يحتاج إلى خياشيم لماذا الرئة؟ ولماذا لكي تشتغل هذه الرئة بكفاءة؟ نحتاج لماذا؟ إلى فتح التهوية وفوق ويحتاج الدولفين كل حين وحين أن يخرج وأن يأخذ نفساً من الهواء في الحقيقة المسألة تتعلق بتصميم المسألة تحكي لها مساراً تطورياً لأنه أتى من البر وأتى من كائن ثدي يتنفس الهواء وله رئتان والمستحيح ولهم من خران وحين اضطر أن يعود إلى الماء حدث كل هذا التغير وكل هذه التحولات ترانسورميشنز يعني كل هذه التحولات التطورية عبر ملايين السنين وهذه الآثار الباقية الرئة واضحة أنها أثر باقي فتحة البلو هذا أو فتحة التنفس هذا الفوق هي إيه؟ أثر باقي أثر باقي طبعاً ليست هذه الأثار الباقية وحدها فقط عدو الحقيقة السابقة عند الدلفين كما قلنا التي تؤكد الأصل البر له وتحضره من ثدي رباعي الأطراب بري أشياء كثيرة مثل ولادة مثل إدرار اللبن مثل إرضاء أولاده مثل القلب بالغرف الأربعة الدلفين كالحوت عنده قلب بغرف أربعة والإنسان عنده قلب بغرف أربعة وقثيم الثديات برية قلب بغرف أربعة مش بغرفتين يعني قلب وبغرف أربع إخواني وأخواتي وأعجب هذا ما ختمنا به أعتقد حلقة سابقة كيف تعوم الحيتانيات تعوم بالطريقة التي تعدو وتسير بها الفقاريات رباعية الأطراف البرية صحيح؟ كيف نسير نحن؟ كيف تسير الفقريات؟ رباعية الأطراف عمودها الفقري يتماوج علوا وسفلا ليس كذلك؟ وليس شمال يمين ولذلك الدلفين والحيتان تضرب حتى بذيولها ليس شمال يمين إنما فوق تحت فوق تحت نفس الطريقة هذا شيء عجيب شاهدوا لحظات؟ أعتقد الإنسان العادل يمكن يلتفت إليها ولا يفهم حتى دلالاتها العلماء التفتوا لهذا وفهموا هذا أما سائل الأسماك فتعوم بطريقة ماذا؟ الضرب شمال يمين شمال يمين هذه فوق تحت لأنها منحدرة من هذه الفقريات البرية